أهلاً أحباناً مشاهدينا في كل مكان لماذا سميت الجمعة الحزينة بالجمعة العظيمة؟ واحدة من أحب الأماكن لي شخصياً في أورشاليم هو بستان جتسماني جتسماني بتعني معصرة زيت في هذا المكان تم الإلقاء القبض على الرب يسوع المسيح واليوم لما بتدخل الكنيسة أو البستان بتشوف شجر زيتون عمره 2000 ل3000 سنة لكن لما بتدخل إلى الكنيسة وين المسيح الصخرة وين المسيح بكى أو كان يصرخ ويجاهد بالصلاة والقطرات العرق نزلت قطرات دم ومنظر الكنيسة لأنه هيك معتمة شوي بتوق المنظر بيوحي بالحزن وبيوحي بالألم فالألم فعلاً ابتدأ يوم الجمعة مشان هيك منسميها الجمعة الحزينة خلي بالك بعد العشاء الأخير اللي هو خميس بالليل لما راحوا للبستان يعني تم القبض على يسوع المسيح تقريباً في منتصف الليل من منتصف الليل حتى يوم الجمعة لحد الصلب كان طبعاً يضرب ويلطم ويجلد ويحاكم من أشرار للأسف الشديد من حنان وقيافة كانوا تجار دين وفاز دين داخلياً والحكم كان مهزلي يعني بحاولوا يجدوا عل على يسوع بأي شكل بأي وسيلة حكموا على يسوع قبل المحاكمة والأصعب أخدوه لبيلاطوس الحاكم الروماني الوالي الروماني يعني المسيح وقف أمام ناس أشرار ليحاكم البار أمام الأثمة كما عبر بطرس وأنتم بأيدي أثمة لولس يعني بدون قانون خارج عن القانون بأيدي أثمة صلبتمو فالجمعة الحزينة احنا بنتذكر كل آلام الرب يسوع المسيح وكل العذاب اللي تحمله من أجلك ومن أجلي مشان هيك من أول ما تدخل البستان يسمى بستان النزاع معصرة زيت بستان الصراع بستان الجهاد فالموقف حزين جدا من منتصف الليل حتى محاكمة بيلاطوس وفي نفس اليوم يوم الجمعة جلد الجلد الروماني وأيضا حطه تاج شوك يعني تغرز تاج الشوك في جبينه وأمام الاستهزاء وهو خارج وحامل الصليب وكم من العذاب هو حامل خشبة الصليب وبتحف بأكتافه المجلودة الأكتاف المعرّة المجرحة من ثقل خشب الصليب من أجل هذا وقع أو سقط تحت ثقل الصليب واستمر حتى خارج المدينة وهناك سمروا يديه ورجليه وعلق على الصليب فهي جمعة حزينة جمعة أليمة جمعة اللي واجه فيها الرب يسوع المسيح كل أنواع الأحكام للأسف من أشرار ولكن هذه الجمعة الحزينة هي تحولت إلى الجمعة العظيمة لاحظ ما يقول النبي إشعياء تنبأ عن هذا الحدث حوالي 750 قبل الميلاد مكتوب في إشعية 53 لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبوره شوفينا شوف الحال اللي بيوصفنا بقول الكتاب كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا وهذا بيتمشى مع الفكر في العهد الجديد إذ مكتوب هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا ومكتوب أيضا وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ومكتوب أيضا الذي هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شوفيتم فإذن في هذا اليوم أحبائي مكتوب أن المسيح داس الموت بالموت وجرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا فيهم به في هذا اليوم هزم الموت وأبطل الموت بصلبه وقيامته يعني هو نفس الموضوع وكسر شوكة الموت إلى الأبد فهي عظيمة جمعة عظيمة لأن المسيح قال على الصليب قد أكمل قد أكمل يعني كل الخلاص الخلاص الكامل اتختم بموت الرب يسوع على الصليب وبقيامته من بين الأموات لهذا أصبح الصليب مدعاء للإفتخار لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيي فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه بالإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي ثم قال الرسول بولوس في غلاطيا إسحاح 6 والآية 14 وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم فالصليب صار افتخار فالصليب مش حلية منعلقها على أجسادنا ولا مجرد منظر أو إشارة من حاول أن مرسها الصليب في كياننا الصليب هو جوهر المسيحية فلا مسيحية بدون صليب مشان هيك كتير من أحبائنا المسلمين صعب أنه يفهموا هذا الموضوع بسبب أي وحدة في القرآن مع أنه في آيات اللي بتدل أنه المسيح مات على الصليب وهذا يتطلب إعلان حتى واحد من رسل المسيح اللي هو بطرس قال له حاشاك يعني حاشاك أنك تصلب قال له الرب يسوع اذهب عني يا شيطان ابعد عني يا شيطان فإذا موضوع الصليب هو جوهر المسيحية جوهر العقيدة فالمسيحية كلها ترتكز على الأخبار الصارة أنه أنا لازم أموت أنا لازم أروح للجحيم حاولت بكل إمكانياتي بكل بر تقواي بأعمال الصالحة وألم أستطيع أن أرضي الله وكم من الحسنات التي يذهبنا السيئات إم ترح أصل للحل أنه أقتنع يكون عند القناعة أنه خلاص الرب راضي عليه مشان هيك أحبائي مكتوب أجرة الخطيئة هي موت أما هبط الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا مشان هيك الخلاص هو مبادرة إلهية فالمسيح هو اللي اختار قوعا واختيارا أن يأتي ويأخذ مكانك ومكاني لأنه الذبيح الأعظم وأن يموت على الصليب مات موت كفاري موت بديلي عنك وعني حتى أنا وأنت لا نهلك حتى يكون إلنا الحياة الأبدية فإذن الصليب اللي هو رمز العار صار بالنسبة إلنا رمز للإفتخار وبعدين أحبائي المنطق والعقل وكل الأشياء من آلاف الأدلة وكيف لا يقتنع الإنسان أمام الآلاف الأدلة إما أن يكون جاهل أو أعمى روحيا أو عن قصد لا يريد أن يؤمن لألا تكون له حياة أبدية وكل العلاج هو بس اقرأ الإنجيل يا لو تقرأ فقط الإنجيل وتشوف كم الهائل وأنا متأكد مية في المية بل مليون في المية رح تقتنع ورح تآمن بيسوع المسيح مشان هيك كتير ناس بتخاف أنه تقرأ الإنجيل لأنه عارفة أنه رح تتغير من ناحية تانية في ملايين الغير مسيحيين اللي آمنوا بيسوع المسيح واقتنعوا بصلب المسيح لأنهم صمموا أن الرب يعلن ويفتح أزهانهم وقلوبهم وعيونهم أيضا أحبائي في الصليب ظهرت محبة الله عدالة الله حكمة الله في الصليب ظهرت بشاعة الخطية الخطية لصلبة الرب يسوع المسيح وما كانش في أي حال تاني إلا الذبيحة والذبائح لا تكفر عن خطايا الإنسان كانت تقدم بالإيمان ولكن ذبيحة المسيح مكتوب عنها فواجد فداء أبديا فإذن على الصليب الرب غفر خطياي ستر عيوبه شفى أمراضي حررني من العبودية صرت ابن إلو اتصالحت مع الآب صار إلي الدخول إلى الحضرة الإلهية صار إلي الثقة إنه أدخل إلى عرش النعمة عرش الله بالصلاة وإنه الله بيتجاوب معاي أتمتع بشركة ومعية الروح القدس مشان هيك أحبائي هذا الموضوع يتطلب إعلان إلهي في حياة الإنسان المتواضع اللي بتوب وبحط ثقته في الرب يسوع المسيح مكتوب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله يقول أيضاً ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً حتى لو الفكرة مش مفهومة لليهود عثرة ولليونانيين جهالة نحن لسنا نكرز بأنفسنا بل نكرز بالمسيح يسوع رباً من أجل هذا أحبائي المسيح مات على الصليب أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا حتى أنت وأنا نتبرر أمام الله ونحصل على الحياة الأبدية الجمعة الحزينة أصبحت جمعة عظيمة ونعارف أن أحبائنا في كل مكان الأرتدوكس بيصوموا في هذا اليوم وأنا بصلي في اسم الرب يسوع أن هذا الصوم فعلاً يجيب النهضة لكل العالم المسيحي وهذا الصوم يقضي على الوباء وهذا الصوم فعلاً يعمقنا أكتر نتمتع في الحضور الإلهي وبينما كمان أحبائنا المسلمين بصوم رمضان أنا بصلي أن الرب يعلن ذاته لكل شخص وتفهم حقيقة الصليب وبركات الصليب اللي لا حصرة لها في الكتاب المقدس كل ما عليك أنك أنت تيجي مثل ما أنت للرب وتقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بتوب عن خطيئي وأنا بصلي اليوم أنك تفتح عيني حتى أتوجك رب ومخلص على حياتي وبصلي أنك تكون شريك معنا في الخدمة وشارك في هذه الخدمة حتى أكبر عدد ممكن تعمله شير يتبارك من هذه الخدمة كل عام وأنتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر